نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول أعلنت شركة انفست كورب التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها تخارجها جزئيا من حصتها في شركة نيفرو بلاس مزود خدمات غسيل الكلا في الهند وآسيا وذلك في إطار جولة تمويل بقيمة مئة ومليوني دولار بقيادة كوادريا كابيتل وذكرت انفست كورب أنه على الرغم من التخارج الجزئي فلا تزال الشركة تحتفظ بحصة كبيرة في نيفرو بلاس مما يعزز التزامها بالنمو المستمر للشركة وكانت انفست كورب قد استثمرت 45 مليون دولار في نيفرو بلاس في نوفمبر 2019 في وقت كانت الشركة تدير فيه حوالي 180 مركزا في الهند لكنها توسعت لتشمل شبكتها 404 مراكز منها أكثر من 20 مركزا في الفلبين وأوزباكستان يلعب التحول الرقمي دورا هاما في تعزيز وتطوير عمليات القطاع المالي تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة نورا الفيحاني رئيس نقابة المصرفيين البحرينية للحديث أكثر حول أهمية التحول الرقمي في البنوك مرحبا بك أستاذة نورا في النشرة الاقتصادية وفي البداية أستاذة هل التحول الرقمي في البنوك من الممكن أن يخلق فرص عمل جديدة وكيف ذلك؟ مساء الخير شكرا على الاستضافة طبعا التحول الرقمي في البنوك راح يفتح فرص عمل جديدة من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة اللي راح تساهم في الارتقاء بالخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء تعزيز الأمن السبراني الإبتكار وتفعيل الشراكات من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول جديدة ومبتكر وهذه الأمور والتقنيات راح تخلق نوعية جديدة من الوظائف اللي يجب على سوق العمل توفيرها بسرعة وكفاءة ولعل من أبرز هذه الوظائف اللي يبحث عنها قطاع البنوك هي مطوري البرمجيات المصرفية تحليل البيانات المالية تقنيات البلوكتشين الأمن السبراني والعديد من الوظائف النوعية الأخرى فالتحول الرقمي استطاع أن يخلق فرص عمل جديدة ويفتح أفاق جديدة في منظومة العمل المصرفي طيب أستاذ نورا يعني كيف يمكن للبنوك الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة لتحسين خدماتها تحليل البيانات الضخمة راح تساهم أولا في تحسين جودة الخدمات المصرفية الارتقاء بتجربة العملاء وذلك من خلال تحليل البيانات العميل لفهم احتياجاته توفير أفضل الحلول والمقترحات والخدمات المناسبة له كما راح يساهم أيضا في اكتشاف أنماط الاحتيال والأنشطة الغير مشروعة واتخاذ إجراءات وقائية لمنع الاختراقات ولحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية وكذلك لتقدير إدارة المخاطر من خلال تحليل الأسواق المالية واتخاذ تدابير لازمة للتخفيف منها وتحقيق استدامة الأعمال فبالمجمل تحليل البيانات راح يساعد على تحسين عمليات المصارف ويساعد في تخفيض التكاليف وزيادة في الانتاجية وكذلك توفير خدمات مالية مبتكرة نعم استاذة نورا كيف تقيمين أداء البنوك المالية في المرحلة الحالية خاصة مع وجود توترات إقليمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط وتباطئ في النمو الاقتصادي بشكل عام لله الحمد مملكة البحرين وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة أطلقت العديد من المبادرات في سبيل تعزيز استقرار النظام المالي وكذلك جهود مصرف البحرين المركزي من خلال تبنيه أفضل ممارسات وهذا ما نشهده اليوم من أداء فاعل للبنوك وتحقيق أرقام نمو إيجابية عاما بعد عام وهذا النمو الذي تحقق رغم كل هذه التحديات جعل قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات وثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يقارب 18% بالتأكيد الأستاذ نور الفيحاني رئيس نقبة المصرفيين البحرينية شكرا جزيلا لك والآن نترككم معادة الأسواق المالية الخليجية كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة السعودي المهندس خليل بن سلمة عن وجود ما يزيد على عشرة ألاف من رواد القطاع الصناعي محليا وإقليميا وعالميا في أسبوع الرياض الدولي للصناعة الفين واربعة وعشرين وأكد أن المملكة العربية السعودية تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إضافة نحو 16 مليون طن في قطاع الصناعات التحويلية والذي يشمل تطبيقات الكيميائيات المتخصصة والتحويلية بما يضاعف مساهمته في النتج المحلي بنحو خمسة أضعاف كما يضاعف الصادرات بنحو ثلاثة أضعاف ويولد عشرات الألاف من الوظائف والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة